موسيقى اهلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رد دردمشن توزن لهب طبعا في هذا المقطع رح نسوي جولة استكشافية رمضانية حول عالم رد دردمشن تو وايضا في نفس المقطع رح نشوف بعض الاشياء الجديدة اللي ظهرت في عالم اللعبة ظهرت مجموعة من الاشياء الجديدة واللهبية واللي راح تعجبكم فتعالوا سويا نخش في المقطع اولا زي ما تعرفون تلميحات واشارات انديد نايتمير تو او زي ما يعرفوا البعض بطور الزومبي كثرت في الفترة السابقة والفترة اللي راحت اول شي كان عندنا البير اللي لو خشيتوا رح تقلب زومبي بعدها حصلنا قناع ايو تيوتل اله الزومبي والمسؤول عنهم طيب خلونا نخش في الجديد في موقع ردد ردد في شخص نشر هذا الفيديو تحت مسمى انديد نايتمير تو علامة استفهامات وزي ما تشوفون في الفيديو عندنا في شخصين واضح عليهم انهم زومبي وواضح جدا ملامح الزومبي فيهم او انهم مصابين بمرض معين وهذا المرض شوههم بشكل كبير وخلاهم ما يموتون طبعا الشخص اللي وراء زي ما تشوفون في منتصف صدره رح يكون في سهم او عدة اسهم هذا يعني انه هذا الشخص او هذا الزومبي قابل مواطنين عاديين وحاول انه يهاجمهم المواطنين على طول ردوا عليه باطلاقهم هذه الاسهم في صدره لكن في نهاية المطاف تغلب عليهم لذلك حنا نشوف الاسهم في صدره زي ما تشوفون بينما الشخص الاول كان محروق تماما وشكله كان 100% زومبي طيب يا لهبيين هل تتوقعون انهم موتى عاديين وحدث لهم قليتش بسيط وخلاهم يمشون ويكونون بهذا الشكل او انه فعلا روكستار خلاص في المرحلة النهائية من التعديل والبرمجة وانه الزومبي تدريجيا بدوا ينتشرون شاركوني اراءكم في هذه النقطة ننتقل للموضوع اللي بعده والمكان رح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي بالقرب من التول تريز طبعا في اثناء تجوالي في عالم ريدد ريدمشن 2 قابلت هذه البقعة المتراكمة من الجثث والمتراكمة بشكل كبير جدا صراحة اول ما طلعت فيها انصدمت من العدد الكبير جدا اللي مات هنا وجات في بالي العديد من الاسئلة والتساؤلات ليش هم ميتين هل قتلوا في وقت واحد وليش كلهم بنفس اللبس تقريبا طبعا لما تلاحظ اكثر واكثر رح تشوف انه البعض منهم لابس جناع والبعض الاخر محطوط على راس وكيس بينما البقية محطوط على وجيههم لصق غريب طبعا الشيء المشترك بينهم انهم كلهم لابسين لبس واحد اولا نفس السراويل لونها احمر و ابيض وايضا نفس الشراريب و انتم كرامة ابيض و احمر والشيء الاهم والمشترك بينهم انهم كلهم من اولهم الى اخرهم لابسين تي شيرت ابيض و احمر و مكتوب عليه حرف البي زي ما تشوفون طبعا في شيء غريب جدا في هذا المكان طبعا في زي الحجرة بجانب كومة الجثث وفي الحجرة رح تحصل حرف البي زي ما تشوفون والشخص المرتكب لهذه الجريمة سوى حرف البي بهذا الشكل من قدم واحدة و ذراعين ومن هذا الشيء نقدر نستنتج ان المجرم يا انه حاقد على هذه الفرقة او انه مريض نفسي و محترف في التعذيب والقتل طيب عشان نعرف اكثر عنهم لازم تقرأ احد جرائد بلاك ووتر وفي الجرائد رح تعرف انهم فريق رياضي ضاعوا في ولاية نيو اوستن في اثناء ترحالهم في احد الليالي لقيام بعملهم طيب عندنا فريق رياضي مذبوح بالكامل و مرمية جثثهم في هذه الحفرة في مكان بعيد جدا و مكتوب حرف البي بذراعين و قدم طيب خلونا نفصل اكثر واكثر طبعا لما نيجي لمنطقة الجثث رح تحصلهم في منطقة التول تريز والتول تريز من ابشع الاماكن اللي ممكن تزورها لانه عصابة الاسكنر برافرز مستولين على هذا المكان و يديرونه بشكل كامل و منتشرين بشكل كبير جدا و زي ما تعرفون هذه العصابة مرضى درجة اولى يتفننون في قتل ضحاياهم اولا يصلخون جلودهم بعد ذلك يقلبونهم رأسا على عقب على خشبة معينة بعدها يحرقون جثثهم زي ما تشوفون يعني مرضى درجة اولى و افعالهم جدا جدا مريضة فهل تتوقعون السكنر برافرز سووا هذا الشي او لا بناء على منطقة الجريمة كل ايادي الاتهام تتوجه لهذه العصابة لكن السكنر برافرز يعني يقتلون بدون ما يهتمون بالضحية فقط اكتل و امشي لكن لو نيجي نطالع في جريمتنا رح نشوف انه فيها نوع من الاستهزاء خصوصا حرف البيل بذراعين و قدم طيب انا عندي نظرية اخرى و رح ابني نظريتي على نفس الجريدة اللي قالت لي انهم فريق رياضي حلوين في نفس الجريدة تقدر تعرف انه فريق رياضي ذهب من بلاك ووتر ولم يعد اطلاقا والفرقة كانت ذاهبة الى مسابقة وتحدي فرقة اخرى من مكان اخر نظريتي كالتالي فرقة بلاك ووتر محترفة جدا و الكل عارف بنسبة 100% انهم رح يفوزون و انهم رح يهزمون جميع الفرق طبعا الفرقة المنافسة لهم قررت انها تنهي فرقة بلاك ووتر تماما و قرروا انهم يكتلونهم كلهم من اولهم الى اخرهم من المدرب الى اخر لاعب و التخلص من جثثهم و رميهم في هذا المكان و من باب السخرية من فرقة بلاك ووتر سووا حرف البي من ذراعين و قدم واحدة زي ما تشوفون فبكل بساطة هذه الجريمة حدثت بسبب حقد و كراهية فابغاكم تشاركوني اراءكم ايش افضل خيار بين الاثنين هل هم السكينر برافرز او انه العضو او الفرقة المنافسة لفرقة بلاك ووتر شاركوني اراءكم موضوعا اللي بعده رح يكون عن الاجواء النادرة جدا اللي تحدث في عالم ريد ريدمشن وهذه الاجواء ما تصير لللاعبين الا بنسبة 5% فقط شي نادر وفخم تعالوا نشوف سويا طبعا زي ما تعرفون الثلج ما ينزل الا في مكان ثلجي وبارد لكن هذا الشخص نزلوا ثلج في ولاية نيو اوستن الصحراوية وتحديدا في مدينة ارمدلو زي ما تشوفون صراحة امر غريب جدا 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 فهل قد واجهتوا شي زي كذا يعني نزل لكم ثلج في ارمدلو او لا ومن جهة اخرى في شخص اخر نزلوا ثلج في مدينة الفلنتاين والجو كان بارد جدا لكن في الفلنتاين الثلج ما يتراكم في الارض زي المنطقة الثلجية ايضا في جو جدا جدا رهيب يحدث للعالم وتصير الدنيا زي كذا يقطع ابو الفخام يا شيخ والله الجو مر رهيب يا اخي زي ما شفتوا الجو ضباب والضباب كان جدا جدا قوي لدرجة انك ما تشوف اللي جنبك ايضا على نفس الشاكلة في ولاية نيو اوستن غالبا غالبا رح تواجه هذه العاصفة الرملية طبعا هذه العاصفة الرملية اتوقع نسبة كبيرة جدا منكم شافها وواجهها لكنها صراحة رهيبة وتعتبر نوع من الاجواء النادرة في اللعبة عاصفة رملية زي اللهب طبعا بعض الاحيان الاجواء تكون ماطرة جدا والبرق والرعد يكون جامد فممكن يصير لك شي غريب زي كذا اشتركوا في القناة طيب يا لهبيين شاركوني اراءكم في خانة التعليقات على موضوع الزومبي وايضا على موضوع الجثث المتراكمة اضافة هل وقد واجهتوا اجواء لهبية زي كذا طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة